كابتن دلال ألف مبروك يحسب اللعيبي النازي الأهلي الروح العالية شخصيته من حد ديئة حاجة وتسعين علشان يرجعوا للمباراة وفعلا استحقوا الفوز بالسلس مقاطع بص طبعا مبروك طبعا روح قتالية عالية جدا 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 دي الحاجة اللي احنا بننادي بيها بقنا زمن بقنا كتير او بنولى جماعة شخصية الأهلي روح الفنان الحمرة ما ينفعش الماتش يخرج واحنا مش يعني مش عاملين اللي علينا النهاردة الحقيقة نتيجة واداءا يعني نتيجة النهاردة ندي لالي كسب يستحق المكسب ست سبع فرص محققين النهاردة نسجل منهم ست سبع هداف الشيط الأول وحتى الشيط الثاني كمان بنتأخر واحنا الأفضل برضو تمام ونتيجة ان انت الأفضل مش انت عارف ان الكورة زي ما نقول لكابتن لو انت الأحسن بتفضل طول المباراة بتحاول يعني الماتشات اللي فاتت ما كناش الأفضل فانت مش طول المباراة بتحاول النهاردة لا انت الأحسن من أول الماتش فانت عشان كده حتى بعد ما ما جيفك الجول انت ما زلت برضو بتحاول انك انت الأفضل طول المباراة لا ليس طبعا المكسب مكسب رائع جدا مكسب يرجعك يعني يرجعك لأجواء الدوري تاني صح مكسب يخليك يعني تبص للدور العام كبطولتك المفضلة بالنسبة لك يعني النهاردة لو لا قادرة كنا تعدلنا أو خسرنا كنا رعبها في حسابات تانية هو هنلسة قدامنا ماتشين بس واللي فات لا اللعيبة تعبت أعصابنا النهاردة بس رايحونا فاتنا ولكن بالزبط اه يعني بالزبط أي وقت كم يعني او الحاني لا تعبنا بجد يعني عارف الماتش ده لو خسرناه كان يبقى يعني أكتر ماتش ممكن تزعل عليه من الماتشات الأربعة اللي فاتت أو الخمسة اللي فاتت صح أداة رحت تلاقي حاطت أمبي في نص ملعبه يعني النهاردة احنا كل قبل الماتش كلنا بنقول أمبي فرقة وسرعات وقوة بدنية ولياقة وكابتن حلم وطولان والتنظيم والتكتيك والأداء والزمال الكاسب واثنين طب النهاردة احنا لأهل النهاردة سكوادك نقص ستة لعيبة مهمين جدا 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 الراجل مرايح اثنين من أهم اللحيبة اللي موجودين عبدالقادر وبرستاو تكلم على فرقة تقريبا انت بتلعب فرقة كاملة نقصة ومع ذلك انت الشرط الأول تكسب أمب 4 صح ده مش بس كده انبي مالوش فرصة حقاقية الشرط الأول مالوش فرصة حقيقية يمكن الشرط التاني كورة تشاطت خبطت في اللعيب راحت وش ناوي أنقذها فرصة طول المباراة تخيل كابتن فرصة طول المباراة وانت لك ست سبع فرص محافظة ما دخل لبالك ده اللي كان هيزعع لك حتى لو تعديلت يعني احنا بنون ايه؟ لا حتى لو تعديلنا كان واحد هيبطلع زعلان لعيبة نفسها هيبطلع زعلان أنا النهاردة الحقيقة يمكن من الماتشات الحلوة صح الحلوة نتيجة وإداءة بتعدي بشكل رائع جدا 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 أنت أفضل طول المباراة يعني كلموا علي ابوك كتير جدا أنا مش شايفوا نرف معنا بحقيقة مش شايفوا يعني لعيبت النادي الأهلي درس النهاردة محمد هاني بلعب مكان مش مكان صح رامي ربيعة الماتش الفات بلعب ميت فلدر أنا بلعب سنتر باك ما شفناش بسوافين كويس تنظيم دفاعي جايد جدا ما شفناش إجوكا النهاردة بأي خطورة كل كرات عادية طبعية أنا راس حربة بستري وحطها للي جاية لجاية قدامي لا رقص ولا شط ولا عمل مفيش حاجة خالص انت النهاردة انبي هجوميا يكاد يكون عنده حالة شلال انت اللي عملت الحتة مش حادي تاني مش هو انت اللي عملت الحتة دي أنا في لا انت اللي ضغط انت اللي سيطرت انت اللي لعب انت اللي كنت تضغط زي ما اتفقنا من أول قبل استوديو لازم تضغط مش قدام عشان تخلق فرص وده اللي انت عملته ضغطت من قدام بالأربعة الخمسة اللي موجودين قدام بالإضافة النهاردة يمكن واحدة من المباراة الحلوة لحسين الشحات من وجهة نظر تيك تيكيا ممكن ما يكونش يعني جماليا افضل شيء لكن تيك تيكيا النهاردة لعب كويس جدا جات له يعني صنع فرصة او اتنين لعب اكتر من كورة حاول على المرمى بيرسي تقول لما نزل برضو كان فيه محاولة جيدة جدا جدا انقاذها جادر حيالي بشوفه يعني من افضل لعبة او ناجم المباراة يمكن الاوحد النهاردة بعد علي معلول اكيد طبعا لتسجيله الهدفين يعني الحقيقة انا هتكلم على اداء الفني فيما بعد بس خلينا النهاردة خلينا في الوقت الحالي نتكلم على الاهلي واداء وروح القتالية افضل في كل لو عملت مقارنة ما بين امبي ولالي لا اهلي في حتا ثانية مختلف تماما يعني امبي مجاش هو دخل المباراة بالهدف اي بالزبط غير كده ملوش اي تواجه بالزبط فمبروك لعب النادي لالي النهاردة روح قتالية عالية جدا اداء فني رائع جدا 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 برغم ان انت بتلعب بفرقة نقصة ست لعيبة او حالي مجي من سبع لعيبة كمان تكلم على ثلاثة اربع فرق طبع اثنين سنتر باك ادي واحد باك رايت ادي اثنين تمام اثنين في نص ملعب ادي ادي خمسة واحد باكسيتاو برا وعبدالله ادر برا كان في سبع لعيبة سبع لعيبة مش موجودين نهاردة